معظم من ينتمون إلى العالم العربي يحلمون بأن يكون في جيبهم جواز سفر يجنبهم معاناة التقدم بطلب تأشيرات السفر التي قد ترفض تريد هذا الجواز الذي يعفيك من تحديق موظف الحدود في وجهك وتفحص جوازك بدقة والتحقيق معك قوة جوازات السفر تقاس بعدد الدول التي يدخلها هذا الجواز من دون تأشيرة أو تأشيرة مطار عند الوصول ويصدر سنويا تقرير في كل الباسفورتات في موقع باسفورت اندكس بهذا الشأن هذا هو الإمارات تصدرت قائمة الدول العربية لهذا العام وحل جوازها في المرتبة التاسعة عالميا حامله يزير 157 دولة 112 منها من دون فيزا والباقي بتأشيرات مطار العام الماضي أطلقت الخارجية الإماراتية مبادرة لتعزيز قوة جواز سفرها ليصل إلى الخامس عالميا ووقعت اتفاقيات مع 20 دولة وصل وجوازها إلى التاسع وقال أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية اليوم احتل جواز الإمارات الترتيب التاسع في المؤشر العالمي لقوة جواز السفر بدخول 157 دولة من دون تأشيرة مسبقة إذا كانت الإمارات في المرتبة التاسعة عالميا من الأول؟ من كان يظن منكم أن أمريكا أو بريطانيا فهو مخطئ لأن المركز الأول هو من حظ سنغافورة حامل جوازها يدخل 166 دولة من دون أي تأشيرة مسبقة من يأتي في المرتبة الثانية عربيا طبعا دولة خليجية من قال السعودية؟ أنت مخطئ الجواب الصحيح هو الكويت لأنها تأتي في المرتبة السادسة والأربعين عالميا تحمله بيدك تدخل به 94 دولة من المرتبة الثالثة؟ من قال قطر؟ جوابك صحيح فمرتبتها خمسون عالميا تليها مباشرة البحرين 51 ثم عمان والسعودية تأتي في المرتبة 55 أما أضعف جواز عربي فهو الجواز العراقي الذي يكتفي صاحبه بدخول 33 دولة من دون تأشيرة زد عليهم أربع دول لتكون في مرتبة الجواز السوري طيب ما هو أضعف جواز في العالم؟ إنه الأفغاني يأتي في المرتبة 89 ويكون حامله محظوظا إذا سمح له بدخول أراضي 30 دولة من غير تأشيرة كيف علق الناس على مرتبة الإمارات في الجوازات؟ يوسف بو خليفة يقول عمر دولتنا 47 سنة كيف إذا كانت 100 سنة؟ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا على كل نعمك واللي يتفاخر بالماضي وينسى حاضره ومستقبله أقول له خليه ينفعك الماضي أو خلي ينفعك ماضيك إن عام تقول كلامه صحيح سنحتفل باليوم الوطني 88 ولم نفلح بربط الجواز السعودي بعلاقاتنا الجيدة مع أمريكا وبريطانيا ولا دولة عظمى للأسف تصرح السعودية بدون تأشيرة وعمرنا أكبر من عمر الإمارات ب40 سنة حطام يقول ويش الفائدة هو ما يدخلك الجزر الثلاثة المحتلة؟ إيه والله جواز الإمارات تاسع أقوى جواز كيف يمكن الحصول على الجنسية الإماراتية؟ وبالتالي الجواز يجيز القانون طبعا منح الجنسية للأجانب بالشروط وللذين قدموا خدمات جليلة للدولة لكن هنا تجدون كلمة يجوز في كل المواد يجوز 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 أي الأمر تقديري للدولة ولا شيء يجبرها على منح جنسياتها لك حتى لو أقمت فيها مئة سنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر